السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الأحد الثالث من شهر أبريل 2022 أهم أخبار ألمانيا جمعت لكم أصدقائي كالعالة أخبارا متنوعة حول ما يحصل بألمانيا أوروبا والعالم بأعين الصحافة الألمانية فلنبدأ أصدقائي بأول خبر الصحافة الألمانية تتحدث هذا اليوم عن المأساة التي حصلت في المدن المحادية للعاصمة الأوكرانية كييف فكل الصحف الألمانية تتكلم على هذا الأمر فبعد انسحاب الجيش الروسي من مدينة بوتشا التي توجد شمال العاصمة الأوكرانية كييف ودخلها الجيش الأوكراني تم العطور على عدد كبير من الجتة لمجموعة من الناس مرمية على الأرض وزير الاقتصاد الألماني السيد هابك قال أن هذه ووصف هذا الأمر بأنها جرائم حربية ولا يجب أن نكسكت عنها ووعد بإعداد ألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى عقوبات اقتصادية كبيرة جدا على روسيا وزيرة الخارجية الألمانية السيدة باغبوك عبرت عن صدمتها ووصفت ما حصل بجريمة حرب وعبرت عن صدمتها للصور القادمة من مدينة بوتشا شمال العاصمة الأوكرانية كييف وقالت أنها صدمت جدا من الصور لناس وعائلات قتلوا داخل المدينة وألقي بجتتهم على الأرض أصدقائي وقبل انسحاب القوات الروسية وقالت وزيرة الخارجية الألمانية سوف يكون الرد قوي من الاتحاد الأوروبي ومن ألمانيا وستفرض ألمانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات كبيرة على روسيا وسوف تدعم أيضا ألمانيا سوف تستمر بدعم أوكرانيا كي تستطيع أوكرانيا الدفاع عن نفسها عمدت مدينة كييف الملاكم السابق فيتالي كليتشكو طلب من ألمانيا الوقف الفوري لشراء الغاز الروسي والنفط الروسي وقال أن ألمانيا إذا استمرت بشراء الغاز والنفط من روسيا فهذا المال تستعمله روسيا لقتل الناس في أوكرانيا سابق أصدقائي أن حضر الاقتصاديون الألمان من التوقف الفوري لشراء الغاز الروسي والنفط الروسي وقال أنه سوف يؤدي الأمر في ألمانيا إلى أزمة اقتصادية كبيرة لم تعرفها ألمانيا منذ الحرب العالمية التانية وقالوا بأنه إذا توقفت ألمانيا فورا التي تعتمد على 55% من الغاز على الغاز الروسي سوف تتوقف مجموعة كبيرة من المصانع عن العمل وسوف تتأثر أيضا شبكة الكهرباء والتدفئة وسوف يزيد الغلاء الفاحش أكثر على المواطنين وسوف تزداد البطالة والفقر لأن مجموعة من المصانع لن تستطيع على الإنتاج وعلى العمل لذلك سوف تتخلى على مجموعة كبيرة من عمالها وسوف تكتروا البطالة أصدقائي وحضروا من هذا الأمر ويمكن أن يكتر أيضا الفقر وأن مجموعة كبيرة من الشركات سوف تحس بعدم اللا استقرار اقتصادي في ألمانيا وشركات كبيرة جدا وشركات ضخمة جدا ممكن أن تغادر ألمانيا وتذهب وتستقر في بعض الدول الأخرى في آسيا أو في إفريقيا أو في أمريكا الجنوبية أصدقائي لذلك طلب الاقتصاديون عدم التصرع بقطع الغاز أو قطع النفط الروسي هكذا دون التفكير ودون الاستعداد بسبب الاعتماد الصناعة الألمانية على الغاز القادم من روسيا السهل نقله والرخيص أيضا التمن كثير من الأصدقاء سألوني مارو ماذا تتكلم الصحافة الألمانية على الاقتصاد الروسي ماذا يقولون على الاقتصاد الروسي تأثر بالعقوبات التي فرضتها ألمانيا وأوروبا وأمريكا عليه أم أنه تعافى قرأت مجموعة من المجلات الاقتصادية قرأت أيضا مجموعة من المقالات الاقتصادية وسوف أخبركم بما تقوله الصحافة الألمانية حسب الأمر بالفعل الاقتصاد الروسي في البداية تأثر بسبب العقوبات وحسب المحللين يقولون بأن في البداية تراجعت العملة الروسية الروبل قبل أن ترجع الآن وتحافظ على استقرارها وقالوا بأن انهيار الاقتصاد الروسي عند فرض العقوبات استمر قليلا وبعد ذلك حقق شيء من التوازن يعني في البداية العقوبات حصل هناك انهيار الآن بدأ يحقق شيئا ما من الاستقرار وقالوا بأن البورصة الروسية التي في البداية انهارت بشكل كبير وتم غلق البورصة الروسية الآن فتحت البورصة الروسية والبورصة الروسية حاصلة على شيء من التوازن وقالوا بأن التضخم في روسيا ليس بتلك المعدلات الكبيرة وبتلك المعدلات الضخمة كما كانوا يتوقعون أصدقائي السبب هو عدم حصول العقوبات على النفط وعلى الغاز الروسي يعني العقوبات التي فرضتها أوروبا أو ألمانيا أو الغرب عموما على روسيا لم تؤثر ولم تشمل العقوبات على الغاز أو العقوبات على النفط يعني روسيا ما زالت تستمر في بيع النفط وما زال العالم كل تقريبا يشتري منهم النفط سوى أمريكا وبريطانيا هذه الدولتين أصلا لا يحتاجان إلى النفط الروسي لأنهم أصلا لم يكونوا يشترون النفط الروسي أو الغاز الروسي بكثرة كان فقط شراء قليل لكن روسيا ما زالت تبيع يعني 37% من المبيعات الروسية ما زالت هي النفط يعني روسيا تربح أموال كثيرة من النفط الغاز أيضا والآن ارتفعت من النفط وارتفعت من الغاز بذلك روسيا مداخلها كبيرة جدا من النفط ومداخلها كبيرة جدا من الغاز وهناك دول مثل الصين التي أعلنت على استمرارها بشراء النفط والغاز وترغب بشراء أكثر أيضا دولة الهند التي أعربت على أنها ترغب بعمل عقود جديدة لشراء النفط والغاز باكستان إلى آخر يعني هناك دول كثيرة ما زالت ترغب الآن بعمل عقود وهذا يقوي خزينة الدولة الروسية أيضا أصدقائي تحافظ روسيا حسب ما قرأت ببعض الصحف على عملتها عن هذا الطريق تبيع الغاز وتبيع النفط باليورو أو بالدولار أو بالإستيرليني والبنوكة الروسية والبنوكة الروسية والبنك المركزي يحولها بسرعة إلى عملة الروبل بذلك يستقر الاقتصاد الروسي أيضا الاقتصاد الروسي والبنك الروسي رفع من سعر الفائدة أصدقائي من 9.5% ليصبح هو 20% يعني البنك المركزي رفع سعر الفائدة هكذا الروس أصبحوا يحافظون على العملة لأنها أصبحت لعملة الروبل أكثر جاذبية لمن عنده عملة الروبل فأصبح المواطنون الروس لا يحاولون تهريب أموالهم أو تغيير أموالهم إلى اليورو أصدقائي لكن هناك أيضا مشاكل أخرى الاقتصاد الروسي حسب المحللين الاقتصاديين قالوا بأنه سوف يحصل له هذه السنة ركود اقتصادي كبير جدا سترتفع أيضا البطالة في روسيا وسوف يحصل الغلاء أيضا في روسيا لأنه أيضا المشكلة التي وقعت هو رفع سعر الفائدة إلى 20% هذا يعني بأن مجموعة من الشركات الروسية لا تستطيع أن تحصل على قروض من البنك المركزي لأن سعر الفائدة أصبح غاليا ومرتفعا بذلك مجموعة من الشركات سوف تتخلى عن موظفيها مجموعة من الأمور ومجموعة من الناس لا يستطيعون الآن أخذ القروض لأن القرد في روسيا أصبح غالي فوائده مرتفعة أصدقائي أيضا قلة الاستثمارات الأجنبية مجموعة من الشركات غادرت روسيا ولم تعد تستثمر في روسيا وتخافوا من الاستثمار في روسيا هذا الأمر سوف يجعل ركودا اقتصاديا وأن الاقتصاد لن يستفيد وستزداد البطالة أيضا في روسيا أيضا مجموعة من الشركات الغربية خرجت من روسيا ولم تعد تتعامل مع روسيا مثلا شركة أبل أو شركة الهواتف سامسون الكورية الجنوبية وقفوا المعاملة وخروج أيضا شركات غربية كثيرة ومطاعم مشهورة مثل مكدونالدز إلى آخر أيضا أصدقائي قالوا بأن هذه الأمور سوف تؤثر على الاقتصاد الروسي وأيضا بالنسبة الشعب الروسي كانوا يسافرون كثيرا إلى خارج روسيا لقضاء الإجازة الآن توقفت الطيران وشركات الطيران مع مجموعة من الدول ويمنع على الروس عمل السياحة أو الدخول إلى مجموعة من الدول الغربية هذا سوف يصعب أيضا على الروس عمل الإجازة الآن مجموعة كبيرة من الروس الذين كانوا يسافرون برخص التمن ويعملون إجازة جميلة وتمن مناسب مثلا في تركيا أو إجازة في مصر لأن الدولتين محبوبتين سياحيا عند الروس أصبحت التذاكر الطائرات بسبب كثرة الطلب وقلة العرض ارتفعت تمن تذاكر الطائرات يعني تركيا سوف تستفيد هذا الصيف من السياح الروس وأيضا مصر سوف تستفيد هذا الصيف أيضا بالسياح الروس يعني الآن السياح الروس الذين كانوا يذهبون إلى أوروبا الآن سوف يبحثون على وجهات بالشرق الأوسط أصدقائي أو شمال إفريقيا وأيضا الاقتصاد الروسي الآن يعاني يمكن أن مجموعة كثيرة من الأمور تحصل لها القدم ولا يمكن إصلاحها بسرعة مثل الطائرات أو الماكينات أو القطارات لأن مجموعة من الدول ومن الشركات الكبرى لا ترغبوا الآن بإرسال قطاع الغيار إلى روسيا يعني الاقتصاد الروسي حصل شوية على الاستقرار لكن أيضا يمشي بطريق الركود مثله مثل جميع الاقتصادات العالمية الآن سوف نمر أصدقائي إلى موضوع آخر حول الانتخابات في فرنسا ألمانيا والصحافة الألمانية والسياسيون الألمان يتابعون الانتخابات الفرنسية التي لها دور كبير على مستقبل الاتحاد الأوروبي يوم العاشر من شهر أبريل 2022 في فرنسا انتخابات جديدة الكل يراقب هناك الآن مرشحون من بين المرشحون الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل مكغو رجع ورشح نفسه مجددا لفترة رئاسية جديدة أغلب السياسيين في أوروبا أو في ألمانيا يتمنون أن يبقى إيمانويل مكغو في السلطة أصدقائي رغم أنه مجموعة كبيرة من الفرنسيين ومن خلال أيضا هذه الانتخابات لاحظنا بأنه فرق الشارع الفرنسي بشكل كبير وعدد كبير من الفرنسيين لم يكونوا مرتاحين أو صدموا منه ومن فترة حكمه لأنه أيضا في فترة حكمه كتورة البطالة بشكل كبير زادت التفرقة في المجتمع الفرنسي وأيضا في طريقة معالجته وتعامله مع وباء كورونا لم تكن بتلك الطريقة الجيدة مما زاد أيضا بالتفرقة والشرخ داخل المجتمع الفرنسي لكن مجموعة كبيرة من الناس يقولون بأن الفرنسيين في الأخير سوف ينتخبون عليه وممكن أنه هو من يبقى في السلطة وهو أيضا مؤيد من طرف أوروبا أوروبا ترغب بأن يبقى في السلطة من بين أيضا المرشحين ماغين لوبين وهي يمينية متشددة وقلق كبير في أوروبا وفي ألمانيا وفي العالم بأن تفوز بالانتخابات عندها حضود كبيرة أصدقائي أيضا لكي تمر إلى الدور الثاني للانتخابات لكن ما لوحد بأن اليمين المتشدد واليمينيين بدأوا ينمون بقطرة في فرنسا هي معادية للإسلام هي معادية للأجانب وترغب بسياسة يمينية متشددة مع ترحيل للأجانب وقوانين متشددة ضد المسلمين إلى آخرين هي معروفة سياسية قديمة في فرنسا وأبوها كان أيضا سياسي معروف وقديم في فرنسا وأوروبا لا تتمنى أن تربحها هي في الانتخابات يوجد أيضا سياسي آخر يميني أكثر تشددا إغيك زمور سياسي يميني متشدد الكل قلق والكل يخاف أن يفوز بالانتخابات لأنه وعد بطرحيل أكثر من مليون أجنبي من فرنسا وعد بقوانين جدا متشددة على الأجانب في فرنسا وعد بقوانين جدا متشددة ضد المسلمين في فرنسا وأيضا كل الأوروبيين قلقين منه لأنه يبحث على سياسة يمينية متشددة ولا يتماشى مع الأفكار الأوروبية أصدقائي الانتخابات ستكون عبر أدوار الدور الأول فيه مرشحون كتر بعد ذلك سوف يكون الدور الثاني أصدقائي وما يقلق الآن في فرنسا هو أنه اليمين المتشدد واليمين المتطرف والشعب الفرنسي أصبح يتجه نحو اليمين ونحو التشدد أصدقائي يعني ما لا يقبلوه في دول أخرى بإفريقيا أو بآسيا إلى آخر يقبلونه على نفسهم يعني الوطنيين أو المتشددين أو اليمينيين غير مسموح لهم بالحكم مثلا في إفريقيا أو في آسيا أو في أمريكا الجنوبية يتم حتى إسقاطهم بتدخل عسكري لكن في أوروبا عادي يكون حزب يميني حزب يميني متشدد حزب يميني يعتدي على الناس يعتدي على الأديان هذه الأمور خطيرة وخطيرة للغاية نتادي أهم أخبار ألمانيا أوروبا والعالم شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء